كود البقالي يقدم شرح درست علم السياقة مع أستاذ البقالي لا تنسوا دعمنا والشراك في القناة السلام عليكم مشاهدينا الكرام اليوم إن شاء الله فالدرس من درست علم السياقة كود البقالي الجزء الثالث قد نتعرفه على قواعد ومفاهم السبيقية وهذا القواعد إذا كنت يفهمه أي سؤال أو أي صورة حتى سحدث يكون على يقين ستلقى الجواب الصحيح فنبدأ على بركة الله القواعد الخاصة في تخفيض السرعة داخل المدينة فين خسنين من قسم السرعة داخل المدينة تبع معايا أولا أمام المطارس في الملتقية التاريخ في حالة ازديحة عند ممر جيلي عند وجود أشغال فوق قنطرة في طريق ضيقة عند ممر السكر حديدية عند اقتراب من حافلة متوقفة لسعود أو نزول الركاب عند اقتراب من بركة ماء يعني هذو كاملين هما القواعد ديات تخفيض السرعة داخل المدينة يعني هذو خسنين دخلهم من دماغي هنا كنعرف راسيب فين خسنين قسم السرعة داخل المدينة والآن قواعد خاصة بتخفيض السرعة خارج المدينة أو ثاني نفس الطريقة يعني فين خسنين قسم السرعة خارج المدينة تبع معايا عند وجود علامات تحديد السرعة يعني مني لقاء ذاك البيعيك ديال ثمانين و تستين خسنين نقسم السرعة في طريقة ضيقة فيلمون عارج يعني في الفيراج خسنين نقسم السرعة فيلمون حاضر في حدولة خسنين نقسم السرعة في العقبة كذلك عند قصيرة من علامات الخطر ذاك المتلد الخطر كما كان بغير يكون نوعه فاش نقربوه لي خسنين نقسم السرعة عندما مر قرية أو فيلاج يعني مني ندخلو لواحد قرية ولا فيلاج نقسم السرعة عندما مرسكة الحديدية عند تبديل أضواء الطريق بأضواء التقابل مني كنكون غادي نشعل ضوء الطريق ونطيح الضوء التقابل عند اقتراب من حافلة متوقفة لصعود أو نزل الركاب هاداك ترانسبور اللي كيكون كيهز ولا كيحط فاش نقربوه لي خسنين نقلوه من السرعة ربما شي واحد يقطع له أو يقطع منه كما قلنا عند وجود الحاصة يعني مني كيكون الجرافيت في الأرض حالة التقسي أو مني كيكون شتار ضباب العجاج هادو كل هم كنقسم السرعة كما قلنا وقت شرق الشمس يعني مني كيكون الشمس قبلتنا وقت غروبي هكذلك مني كتكون قبلتنا كتكون الرؤية غير واضحة أثناء وبعد تساقط المطار أو التلوش يعني مني كيكون كيتساقط أو بعد تساقط تلج أو المطار هذه كلها مراحل وقواعد في نخصنين من قسم السرعة خارج المدينة القواعد الخاصة بملتقة الطريق أو كروازمة ما هم القواعد يولهم أول حاجة في أي ملتقة أو كروازمة أولا تخفيص السرعة ثانيا استعمال إشارة ضوئية في حالة الرغبة في تغيير التجار يعني كنديل السنير باش نبهو ونظر ليمن ولا ليسر إنتحال المامار المناسب لأتجاه مراحل يعني يجب على التجار الذي يتعرض لأحضر لمن ونظر ليمن إذا نأخذ المامار مراحل هذا يوجد مراحل مرحلة شبكة الاتجاه واحد والتجاه آية إذا كانت تجاه واحد إذا أنت نظر ليمن سنزيير لمن إذا أن أن نظر ليسر سنزيد الإسر هذا يجب الطريق تجاه واحد. ولكن إذا كانت الطريق قد تجيب تختار في القاعدة. يعني إذا كنت تريد أن نظر ليمن، نظير ليمن. وإذا كنت تريد أن نظر ليسر، نشد الخط لوسط الطريق هو الذي نشده لأن نظر ليسر. يعني هذه هم القواعد ملتقى الطريق. ويجب تطبيق قواعد أسباقية في الملتقى الطريق يجب إعطاء حق الأسباقية للرجلين. يعني الرجلين في الملتقى الطريق كاملة قد تعطيهم الأسباق إياه. وفي حالة الرغبة تغيير تجاه نحو اليمن، يجب انتباه إلى الدراجات. حيث أنا مثلاً سنظر ليمن، كان في السينية. الجنب ليمن يستعملوا أصحاب الدراجات، سواء نارية أو العادية، ويستطيع أن يكون ضاير، سنظر ليسر. يعني عندما نظر حركة الفول أو باش نظر ليمن حتى نتابع في الملايات، والجيش يملك الدراجة عادي يمكن أن نقوم بالمناورة. قواعد التقابل، أولاً يجب تخبيط السرعة والتيزام اليمن، يعني هذه أول قاعدة في التقابل هي نقسم السرعة ونزير ليمن. إذا كانت الطريق ضيقة وما تسمح الناش ندوزه بجوج، ما نريد أن نقوم بالمناورة؟ نخرج إلى الحشية، ونتوقف على السير عند الضرورة، يعني نتوقف على السير عند الضرورة، يعني نتوقف على السير عند الضرورة، عندما نرى التقابل ما غير تم، ما نخرج للجنب ونوقف حتى يدوز هو، نعمر الطريق ونمشي. وفي الليل، في الليل، نريد أن نتقابله، أول شيء، نبدل له ضوء التقابل، مع مراعاة الحتياطات السابقة، ما هي الحتياطات السابقة؟ نفس ما قلناك، يعني إذا كان الحتياطات لا تسمح، نريد أن نزير ليمن، ونوقف أن نسير عند الضرورة، حتى يدوز هو واحد نمشي. كذلك، عندما نطيح الضرورة، لا نريد أن نرى الضرورة معاكس، حيث كيف يظهرنا، نريد أن نرى الجنب في الليمن، نحضر الجنب في الليمن، في الطريق، يعني هذه هم القواعد للتقابل لا بالليل ولا بالنهار. والآن مع القواعد الخاصة بالتجاوز، يعني القواعد للتجاوز أو الضرورة. أولا، تأكد من عدم وجود أي مانع للقيام بالتجاوز. أول حاجة هي كنشوف وش مكين جيني، كنشوف وش مكين تجي مانع لكي منعني بالتجاوز. منها تشوير طراقي، منها واسترق عامرة، واسترق ديوت جي، والاتجاه واحد، يعني هذو هما أول حاجة، خصني الراقب، ونتأكد من عدم وجود أي مانع لقيام التجاوز. ثانيا، توفر مسافة كافية في الآمام للقيام بعملية التجاوز. كذلك، تأكد بواسطات المرآة. يعني نشوف المرآة ديالي، عدم قدوم سيارة من الخلف تريد التجاوز. يعني كنشوف مرآتي وش مكين تشي واحد كيتجاوزني. استعمال منبي صوتي بالنهار وإشارة ضوئية بالليل. استعمال الضوء تغيير تجاه اليسر. وترك مسافة جانبية كافية. يعني كتخلي واحد المسافة بينك وبيندك لك تجاوزه. تأكد من ابتعاد عن سيارة المتجاوزة. تسبلك في المرايا كاملة. استعمال الضوء تغيير تجاه اليمن وإنهاء تجاوز اليمن. واخر هذا بالنسبة لكي يكون غايتجاوز. وبالنسبة لكي يكون غايتجاوزه. ماذا نخصوه يدير؟ وبالنسبة للسائق السيارة التي تم تجاوزها. يحتفظوا بسرعة دياله ويلتزم أقصى اليمن. هذه هي القواعد ديال تجاوز. قواعد من التجاوز. أولا هذا موضوع الرؤية. يعني مني ما تكونش بين الرؤية من التجاوز. آفة but Arnold. في المرآل الجراء وفعرة من التجاوز. العقبق من تجاوز. من حض جارة حدودا. داخل نافق من التجاوز. وقت الشروق وأروب الشمج من ممنوع التجاوز. عند نزول ضباب أو ماطع أو طولوج من الوجود. عند وجود زوابعig عملية من اتجاوز. عند وجود علامات من تجاوز. Lublock ما من أتكילו. عند وجود الخط متصل ... ممنوع التجاوز في وضع ثالث تجاوز سيارة تقوم بعملية تجاوز يعني سيارة تجاوز وأنا سنجاوزها منوع التجاوز عند وجود سيارة قديمة منتجها المقابل منوع التجاوز عند وجود الأشغال منوع التجاوز في طريق ضيقة منوع التجاوز فوق قنطرة منوع التجاوز عندما مارسك الحديدية منوع التجاوز هدو هما القواعد العامة ديال منع التجاوز فاش نشوف هاد شي مرحلة مهات المراحل في الصورة للسؤال رخص ننعرف وخامي كونش تشوير رغم ممنوع ليا نتجاوز قواعد ممنوع التوقف والوقف داخل المدينة وخارجوها وتبع معي أولا عند علامات منع الوقف والتوقف البلايك هذكرهم معروفين عندما مر جيلين منوع الوقوف والتوقف عند ملتقى الطريق منوع الوقوف والتوقف عند زاوية الطريق شوكا ديالطريق منوع الوقوف والتوقف في اتجاه المعاكس يعني أنا غادي في اليمن وغنوقف الجهاز ليسر ممنوع توقف الوقوف أمام إشارة المرور يعني نوقف حدا وحده بلاء كان نحجبها على مستعمل ترك واحد آخر ممنوع ممار خاص يعني واحد الممار خاص دير الدراجات أو دير العربات خاصة منوع الوقوف والتوقف عندما ممار سكر حديدية منوع الوقوف والتوقف فيه في المنعارج يعني في راج منوع الوقوف والتوقف فيه في عقبة منوع الوقوف والتوقف في قمة العقبة يعني في راس العقبة منوع الوقوف والتوقف في الحذورة منحضر منوع الوقوف والتوقف فوق قنطرة منوع الوقوف والتوقف داخل نافق منوع الوقوف والتوقف في حالة عدم وضح الرؤية يعني واحد بلاصة ما كان بنش بيها منوع الوقوف والتوقف في طريق ضيقة منوع الوقوف والتوقف في محطة النقل العمومي تاكسياس طوبيساس هذو كاملين منوء الوقوف والتوقف في حالة عدم في جانب راسيف مسبوغ يعني تريد وار مسبوغ أمام كل مدخل خاص عند وجود الخطم التعاصل وكانت الطريق ما كانت تسمح بالمرور جز سيارات دون التجاوز يعني طريق كياغي وحدك أزدي وحدك أجيب والخطم التعاصل راه منوء علي أن نوقف ولا نتوقف بجنب الطريق حيث إذا وقفت غندير العرقالة يعني إذا حفظتي معي هذه القواعد دين منع الوقوف والتوقف حيث الأغلبية كان القوم حافظين غير بلايك حافظ غير بلايك والطريطة أما هذو راه هم هما القواعد دين الوقوف والتوقف في المنوعين عليك بصفة عامة إذا كنت يعرف هذه القواعد يكون على يقين أي سؤال تحطي غير تجاوب عليه وصحيح قواعد الأسباقية ولمن تعطيها؟ تعطي الأسباقية في الحالات الآتية ركز معايا أول حاجة كنعطي الأسباقية للراجلين غير حط رجلو منطر طوار الأرض الشانطي كتولي الأسباقية دياله الآية السيارة قديمة ليمنن ليمنن يدود لمن عن العلامات ليوفورك العودة ليسية الحق الأسباقية لا تركو الكثير Crawford للت حاجة التي ستركل لظام rehabilitation يعطي الليمين والتيسور عطي نمشي دون حمار έναهابيم الخامط الآخر الس어나GM على Estados都 Gorilla عند خروج من طارق تناوي إلى طارق رئيسي، خارج من طارق صغيرة إلى طارق كبيرة، سنسمح بالمرور عند خروج من ممار خاص، خارج من ممار خاص، سنسمح بالمرور أو مرأب، باركينج أو محطة الوقود أو موقف السيارات أو أي بلاسة أخرج منها، سنسمح بالمرور، سنسجم حركة السير وكذلك عند الإقلاع بعد الوقوف، أنا وقف جنب الطريق، من يمكن أن أقول لا، دلت السيريال وشي في ملايتي، سنسمح بالمرور اللي غاديين، هذا يمكن لي أن ندامش بحركة السير هذو هما القواعد الأسباقية والممت تعطيها قواعد الأسباقية والممت تعطيها بالنسبة للسيارات اللي عندها أولوية في الطريق حسنا نعطيها الأسباقية، ولو ما أعطينا أسباقية، قد تطبق علينا مخالفة أولا سيارة الإسعاد، ورجال المطافي، والدرك الملاكي، والشرطة في حالة استعجالية كيف أشاهد في حالة استعجالية؟ يعني من يكونوا مخدمين الضواء أو الصونت يعني سيستيم دلارا، في ذلك الحالة رخصني نعطيهم حق الأسباقية، سواء في الملتقايس أو في الطريق أو في أي مرحلة قد تسمح لهم بالمرور، يعني تجنب وتخليهم يدوزوا وكذلك الجنازة عندما يشير الشرطة أو الدركة إلى الوقوف، كي يكون غادي بواحد الوفد وكي تكون أنت خارج بشي طريق وكي يوقفك، رخصك تسمح لهم بالمرور، يعني هذه بالنسبة للعربات أو السيارات ديال السلطة أو ديال الإسعاد، اللي كتسمح لها بالمرور، وإذا لم تسمح تلاش بالمرور، ركت تطبق عليك مخالفة وانتمنى تدرسينا الإعجاب ديالكو، وإلى الدرس الرابع إن شاء الله تمنى باش ينال الإعجاب ديالكو هذا فيديو تكونوا السفت منه، لما زيد من الدروس، اضغط على القائمة اللي في الأسفل وما تنساش تشارك الفيديو مع الأصدقاء، وكذلك اللي عندك شي سؤال بالنسبة للتعليم السياقة ما عليك إلا تكسبنا في التعليقات، وهنا إن شاء الله نجاوبك، مع تحيات، كود لبقالي